جنابكم والكثير من القنوات الفضائية بثوان يريد أن أذكرها كان دوماً وتكراراً تقول لماذا باسل الكاظمي يعول على القيادات الأمنية أو لماذا دوماً يمجد بالقيادات الأمنية العراقية لكون القائد الأمني بعيد عن كل هذه المسائل والصراعات السياسية هو يسعى حتى في العراق ونقصد في العراق يوجد لدينا قيادات أمنية تمتلك المهنية والوطنية وبعيدة عن الصراعات وبعيدة عن التحذبية وبعيدة عن كل هذه المسميات صدق بالله أنا أقولها وبحق ما يجري اليوم في داخل العراق بكل حياتي لم أحاول أن أمجد بأي شخصية اليوم ما يحدث في العراق إذا نأتي بشخصيات أنا أتمنى أن يكون سقف الحديث مرخوض نتمنى أن تكون أو يأتوا بشخصيات في داخل العراق اليوم وهو بأحوج الضرف العراق ويفتقر إلى شخصيات أمثال وزير الداخلية أن أتينا بهم سوف يكون تهدي إلى الشارع العراقي لماذا؟ لكون اليوم الشارع العراقي من الممكن إذا أتينا بشخصية لديه مقبولية سوف يهدئ الشارع فأمثال هذه الشخصيات أنا من داخل بغداد وأتحدث معك بهذه المسألة أمثال هذه الشخصيات لديه مقبولية لماذا؟ سابقا كان رئيس الكان الجيش وسطر أروان البطولات واليوم وزير الداخلية وكذلك اليوم ليس وزير الوزارة واحدة وزير الوزارتين وزارة الهجرة والمهجرين ووزارة الداخلية فلديه مقبولية فالعراق لديه أمثال هذه الشخصيات شبكات الفساد والنفوذ وما جرى على مدى السنوات الآن هل تفكك بهذه الطريقة؟ من الممكن إذا أتينا بشخصيات تمتلك الشجاعة والنزاهة والإخلاص والوفاء ومعيار الوطنية أمثال عثمان الغانمي ويمتلك كل هذه الصفات سوف يفكك هذه الشبكات أما إذا أتينا بشخصيات لا هي من تساعد أو تعزز بأن تبقى الفساد وتبقى المحاصص هذه المسميات من الصعوبة حتى لو تنزل ملائكة من السماء فاليوم علينا لمرة واحدة بعيدا عن موضوع الملائكة اليوم الأمر بتقديرك ألا يحتاج تغييرا جذريا ونختم هنا؟ أكيد تغييرا جذريا ولكن بهذا التغيير عندما نتحدث تغيير جذري من القوى السياسية والذين بأنهم هم أساس الفساد الإداري والمالي في داخل العراق شكرا جزيلا وجودك معنا أسف باس الكاظم شرفتنا هنا في السيديو التاسع أهلا ومرحبا بك دائما نتمنى كل الخير لأهلنا في العراق والسلام والطمأمنينا والعدل بعيدا عن أي تدخلات وهيمنة خارجية شكرا لكم مشاهدينا دمتم في أمان الله شكرا لكم مشاهدينا دمت في القوى السلام شكرا لكم مشاهديم شكرا